هي ثمرة جهود تمتد لأكثر من أربع سنوات من التعاون الوثيق بين مؤسسة التنظيم العقاري وبين 12 جهة حكومية وهي إحدى أهم ركائز الخطط الوطنية المؤطرة للقطاع العقاري 2021-2024 منصة بنك المعلومات العقارية عقاري ستتولى توفير القدر الأوفى من المعلومات العقارية حول عدد وقيمة الصفقات العقارية في مملكة البحرين وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والفنادق والمشآت الصحية والتعليمية وذلك بالاستناد على قاعدة بيانات تجود بحقائق أو أرقام صحيحة ومثبتة دكية ومحمية صار لنا أكثر من أربع سنوات نشتغل على هذا المنك المعلومات العقارية والله الحمد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة المطورين دائما شركاء الوسطاء شركاء الجهات 12 جهة شركاء معنا فأحنا الله يسلمك أن نتعاون مع بعضنا بعض لرفعة البحرين ورفعة قطاع العقاري في مملكة البحرين منصة عقاري الإلكترونية المتكاملة التي تندرج ضمن أبرز برامج ومبادرات مؤسسة التنظيم العقاري لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام في المملكة ستختص بواقع البيئة العقارية الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني بما يواكب تطور الابتكار الرقمي الحاصل في البحرين نطلق هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة بنك المعلومات العقارية لوفر للمستخدمين العقاريين المعلومات في وقت واحد سواء التداول العقاري، رخص البناء، الإيجار إن تتشين بنك المعلومات العقارية من شأنه أن يوفر لمملكة البحرين وعلى مدار الساعة باقة بيانات عقارية تضم أهم النتائج التي يحققها السوق العقاري أولا بأول إضافة إلى تبيان المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على القطاع العقاري وضع خارطة طريق مستنيرة لإتمام أبرز القرارات الاستثمارية المتعلقة بالبيع والشراء لتحفيز الحركة الاستثمارية في البحرين عقاري منصة عقارية رقمية تقدم ذاتها كمشروع وطني رائد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة تكمن أهميته المطلقة في تعزيز مكانة البحرين كأكثر المراكز جذبا في تكنولوجيا المعلومات العقارية خليجيا وعربيا لصحيفة الوطن محمد رشيدات